السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء بهذا اللقاء المتجدد نلتقي على رحاب كتاب الله عز وجل نتدبر الايات ونتأمل في التوجيهات الالهية الموجهة الى كل الخلق ما زلنا مع القرآن العظيم حسب التنزيل بالظروف والملابسات والاحداث العامة وصلنا الى سورة ياسين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وسبق ان تحدثنا في المقطع الاول عن الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وما كان يعاني منه من مضايقات من طرف كفار القريش وصد ورد وتكذيب ثم في المقطع التاني تحدثنا عن واقعة تاريخية وهي اهل انطقية التي قل فيها ربنا عز وجل واضرب لهم متن اصحاب القرية ات جاءها المرسلون قرية انطقية بالشام بين تركيا وسوريا وقعت في اهد سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كل هذه الاحداث لكي يغرس ربنا سبحانه وتعالى في المخاطبين بالقرآن العظيم يغرس فيهم نور الايمان ويغرس فيهم صدق التدين وان القرآن كلام الله حقا بعث به النبي الكريم محمد بن عبد الله وان البعت والنشور حق وان بعد الموت هناك حساب وهناك جزاء وان في الحياة الدنيا لابد ان يعمل الانسان وفق مراد الله ووفق شريعته الغراء ونواصل التأمل والتدبر في سورة ياسين وقد وصلنا ايها الاحباب الكرام الى الاية تلاتون وصلنا الى الاية تلاتين من قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الارضة الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من تمره وما عمدته ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم ان حملنا درياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمة ومتاعا الا رحمة منا ومتاعا الى حين واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون صدق الله العظيم هذه الايات البينات المقطع التالث من سورة يسين تحمل تذكيرا من الله سبحانه وتعالى للايات البارزة في الكون ربنا في بدء الامر تحدث عن قيمة القرآن فقال يسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين كان يتحدث عن ان القرآن كلام الله وان سيدنا محمد مجرد مبلغ عن الله لكنهم لم يصدقوا سينتقل ربنا عز وجل الى مستوى اخر للاقنع الله تعالى له كتابا كتاب مقروء وكتاب منظور الكتاب المقروء وهو القرآن الكريم هذا كتاب بين ايدينا الان نقرأه منا من يصدق به وربما هناك من يكذب لكن هناك كتاب اخر لا يستطيع احد ان يكذبه هذا الكتاب التاني ما هو هو الكون من حولنا الكون كله كتاب منظور وفيه ايات على وجود الله وعلى قدرة الله وعلى جلال الله لذا المقطع ممكن ان نسميه ايات وتسبيحات لان في هذا المقطع سيأمر الله عز وجل بان نكترن التسبيح تسبيحات كثيرة ذكرت في هذا المقطع وتذكير للايات الدل على وجود الله سواء في الارض سيتكلم ربنا عز وجل عن الارض والتربة والزرع ثم ينتقل الى الافلاك والنجوم والكواكب والشموس ثم ينتقل الى عالم البحار والى الامواج والى السفن كل هذا في هذا المقطع المختصر تعالوا ايها الاحباب الكرام نتأمل في كلام الله جل على في البدء ماذا قال قال يا حصرة على العباد هل الله تعالى يتحصر هاشا وكلا الله غني عن العالمين ولكن يقول العباد تحصروا على حالكم يا حصرة ما يتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الله تعالى بعث مئة وخمسة وعشرين الف نبي عدد الانبياء عدد كبير مئة وخمسين وعشرين الف نبي بعثهم للبشر كان اخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء الانبياء معظمهم كذبوا ومعظمهم استهزئ بهم بل هناك اقوام كانوا يقتلون انبياءهم كلما جاءكم رسول بما لا تشتهي انفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ربنا يقول يا حصر على العباد انا حرست على ان اكرمهم جيت لهم بالانبياء والمرسلين واخترتهم الله اختار اجمل وانبل الخلق الانبياء ليسوا مجرد بشر عاديين حينما خلق الله البشر وهم بملاهير الملاهير الملاهير لا يعلموا قدرهم الا الله نحن في زمننا ثمانية مليارات لكن منذ عهدي ادم الى قيام الساعة ربما هناك ملاهير 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 الله نظر في قلوب العباد فوجد بان اصفى وانقى القلوب قلوب الانبياء فاختارهم اليه ثم نظر في قلوب الانبياء والمرسلين فوجد بان اصفى وانقى القلوب قلوب اولي العزم وهم خمسة ابراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ثم نظر في قلوب اولي العزم من الرسل فوجد بأن أصفى وأنقى القلوب قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالأنبياء ليسوا بشر عاديين بل هم المصطفين الأخيار يمتازون بالعقل الراجح وبالأمانة وبالصدق وبالاستقامة وبالنزامة وبالمسؤولية والصبر والاحتساب ثم إن الله تعالى أرسل مع الأنبياء كتب عدد الكتب السماوية مئة وثلاثة كتاب وإن دترى معظمها لم يبقى منها صادقا إلى القرآن والمتدول بين الناس التوراة والإنجيل فربنا فتح الأبواب للخلق ولكن قال يا حسرة على العباد ما يتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون يسخرون منهم ويقولون كذبون كما سيدنا محمد في هذه اللحظة تتدزل علي هذه الآيات كان يشعر بالحرج ويلق صدره قالوا عنه كذاب ساحر مجنون كاهن طالب للدنيا طالب للزعامة طالب للقيادة وسيدنا النبي لا يطلب أي شيء هو مجرد مبلغ الأنبياء من صفاتهم أنهم لا يطلبون الدنيا ولا يحتاجون لأي شيء هم مبلغين فقط وهكذا الأولياء الصالحين والعلماء العاملون والدعاة المخلصون كلهم يكونون دورهم هو التبليغ فقط لا يطلبون الدنيا ولا الحضوى ولا أي شيء إلى أن قال أولم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون ربنا يقول تأملوا هؤلاء المخلوقات الذين مروا في التاريخ أين هم زعماء وكبراء وفراعنة ومنهم من ادعى الألوهية أين هم هؤلاء الزعماء والكبراء انظروا إلى فرعون وإلى قوم تمود وقوم هود وعاد وإرم وجديس التي لم يخلق مثلها في البلاد والعمالقة ما يسمون بالعمالقة هم الذين قاموا بميناء الأهرامات كانوا طوال القامة عرضي المنكبين كان الرجل فيه سبعين متر في الطول أين كل هؤلاء الخلق لقد ذهبوا إلى غير رجعة وننظر فقط في تاريخنا الحديث والمعاصر كم من زعماء قادوا العالم أين هو هتلر أدولف هتلر أين هو سطلين أين هو موسيلي أين هو عدد من الزعماء الذين كانوا على منهج الدكتاتورية والحكم القوي أين ذهبوا الكل تحت الأرض وكأن لا أحد منهم ينطق ونحن سوف نلحق بهم أولم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون تأكيد من الله تعالى أن يوم القيامة سيحضر الجميع سينادي نداء واحد نداء واحد على كل الخلق كل شيء كل شيء سيكون حاضر فإذا هم لدينا محضرون الكل حاضر لا يغيب الكل كأن في فصل دراسي لما يقول المعلم أو المعلمة ينادي عن اسم من الأسماء ما يسمى بلا بال هكذا يوم القيامة الله ينادي الكل يحضر وإن كل لما جميع الذين محضرون فينتقل ربنا عز وجل يخاطب المشركين ويخاطب المشككين ويخاطب الملحدين ويخاطب اللادينيين وكأن الله تعالى يقول يا قوم إذا كنتم لا تؤمنون بالقرآن وما جاء به محمد العدنان فانظروا إلى الآيات الدل على وجود الله اتركوا عنكم القرآن أنتم لا تؤمنوا به اتركوه جانبا خلوا عنكم القرآن لكن انظروا إلى الكون الدال على وجود الله فيه آيات بينات مثل آيات القرآن فبدأ ربنا عز وجل سيتحدث في الأول عن الكوكب الأرضي ثم يتحدث عن السماء والأفلاك ثم يتحدث عن البحار ماذا قال عن الأرض قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليكلوا من تمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون الله سبحانه وتعالى يلفت الانتباء للكوكب الأرض أمنا الأرض لما ذهب الإنسان إلى القمر وذهب إلى المريخ ماذا وجد؟ وجد مجرد كوكب فيه وديان وجبال ومرتفعة منخفضات لكنه غير قابل للحياة ما في حياة القمر يبدو لنا منير لكن ما في حياة والكواكب الأخرى بعيدة ولا تبدو فيها حياة والشمس محرقة لكن الكوكب الأرضي أمنا الأرض ربنا لما خلقها واعتنى بها وجعل فيها الخيرات جعل فيها البحار والأنهار وشق فيها الأودية ثم جعل فيها التربة الصالحة وأنبث فيها الزروع والكروم الأشجار ثم خلق الله سبحانه وتعالى الأسماك ومختلف الأنعام والحيوانات والطيور وخلق كل شيء ثم خلق الإنسان كل هذا مسخر للإنسان كل ما في الأرض مسخر لنا ربك قلنا كولوا واشربوا ولا تسرفوا كل لكم وآية لم الأرض الميتة أحييناها الأرض ميتة هذا الخطاب فيه إحاء لمن ينكرون البعث والنشور البعض يقولون كيف نموت ونحيا حينما نموت نصير تراب كيف نحيا من جديد ربنا يقول الأرض الميتة الله يحييها كتكون قاحلة فلما يأتي فيها البذور ثم تأتي الأمطار ثم تشرق الشمس يقع هناك الخصب والنماء وتظهر الأشجار وتظهر الزروع والكروم وآية لم أرض الميتة أحييناها وأخرجنا من حبا فمنه ياكلون شوف الخير دي الله تعالى الإنسان يقول ما بي موجود بسيط ولكن من يأتي بالمطر ومن يأتي بالشمس والحرارة المناسبة ومن يأتي بكل المناخ وغير ذلك حتى يقع الزرع وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون الله جعل في الأرض خيرات كثيرة النخل العنب ثم عيون في كل مكان الماء يصل للجميع لماذا؟ لياكلوا من ثمره وما عملتوا أيديهم لياكلوا من ثمره بمعنى نأكل مما أعطان الله لما قال وما عملتوا أيديهم هناك بعد المقرئين قالوا وما للنفي وما عملتوا أيديهم هل الفلاح يقول هو الذي خلق التربة والماء والشمس هو الذي خلق الزرع والقروم والنخيل والأعنب والأشجار لا وما عملتوا أيديهم نفي ومن من قال مجهود قام به الفلاح وربنا يعطينا هذا الطعام وهذه الخيرات إلى أن يقول ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون نحن مطالبين بالشكر يكفي العبد المؤمن إذا وضع بين يديه طعام أنه يقول في أوله باسم الله وحينما ينتمي الطعام يقول الحمد لله إذا قلت هذه الكلمتين لقد أجزلت الشكر لله سهل عند أول الطعام دائما قبل أن أمد يدي أقول باسم الله بمعنى أن هذا الخيرات لم تصل إلي إلا بعد أن ربنا يسر وحينما أنتهي من الطعام أقول الحمد لله فقد أجزلت الشكر للمولى عز وجل إلى أن قال ليأكلوا من ثمره وما عيدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان دعوة إلى التسبيح هذه التسبيحة جاءت في محلها بمعنى أن الصالحين وأهل الله فضلا عن الحمد والشكر تجدهم دائما يسبحون الله على ما أعطاهم أعطاهم الله نعيم وخيرات ودائما يسبح الأغنياء أو كانوا فقراء ليس هناك فرق بينهم كل ملك لله وعطاء لله فإنه بعد الحمد والشكر تجد كثير التسبيح هذه دعوة للتسبيح أن نقول سبحان الذي خلق الأزواج ربنا يتحدث عن نفسه العلي بالتسبيح سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون تسبيح لله للألوهية والفردانية والوحدانية الله تعالى وحده الواحد الأحد وكل ما عدى الله زوجين اثنين كل ما عدى الله زوجين اثنين في كل شيء الذي خلق الأزواج كلها انظر إلى الكون من حولك تجده مركب من ذكر وأنت من موجب وسالب عالم الأشجار عالم البحار عالم الأسماك عالم الطيور عالم حتى الجن الجن في الخبط والخبائت فيها حتى الملائكة في كل ما خلق الله تعالى خلق من زوجين اثنين الواحد الأحد الفرد الصمد هو الله سبحانه وتعالى فجميع النباتات خلق الدكر وأنت وجعل الرياح لواقح تلقح الدكر مع الأنت فيقع النبات ومن أنفسهم حتى نحن نحن من البشر خلقنا من دكر وأنت الوجود الكثير هذا ثمينية المليار لعدنا الآن هي من مكونة هي من دكر وأنت الوجود كله منذ أن خلق مكون من دكر وأنت من آدم وحوى واحد زائد واحد يساوي اللانهائي لا فيني واحد زائد واحد خلق كثير ثم قال تعالى سبحانه خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون هناك عوالم خفية الناس يظنون أصحاب التحليل المادي يظنون بأن الوجود هو ما نراه بالعين المجردة أو نسمعه بالأذن أو نحسه باللمس أو نشمه بالرائحة أو نسمعه ب هذا كله يخدعون الحواس الخمس ولكن هذا التفسير ضيق جدا هناك عوالم خفية لا يعلمها إلا الله عوالم غريبة قد يدركها بعض الصالحين بعض المؤمنين اتقوا في رأسة المؤمن فإنه يرى بنور الله هناك أشياء غريبة لا يعلمها كثير من الناس لذا قال تعالى ومما لا يعلمون ثم سينطلق المولى عز وجل من الكوكب الأرضي إلى أعلى السماء ويقول عندكم آيات كثيرة تدل على وجود الله وعلى عظمة الله وعلى إبداع الله فإذا لم تقتنعوا بالأرض وما فيها من زروع وقروم وأنهار وأشجار انظروا إلى السماء ماذا قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سبحانك يا جليل سبحانك يا عظيم كل من يقرأ سورة ياسين ويصل إلى هذه المقاطع عليه أن يتوقف قليلا ويبدأ بالتسبيح يتأول القرآن هكذا كان يفعل النبي الكريم يتأول القرآن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الله ربنا يعطينا دليل آخر على وجوده وعلى عظمته وعلى إبداعه وعلى إتقانه ماذا يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار الليل والنهار يتعاقبان علينا وكأن ربنا استعمل كلمة السلخ السلخ يكون مثل الشات الشات لما نسلخ جلدها عن لحمها هكذا واقع الليل والنهار فالليل ينسلخ منه النهار والنهار ينسلخ منه الليل وهكذا منذ أن خلق الله الوجود إلى قيام الساعة هذا دليل هذا النظام المبدع والمتكامل هل يمكن للليل أن يقول لا أنا أرفض أن أنسلخ من طرف النهار أو يقول النهار لا أنا أرفض أن أنسلخ من الليل لا يمكن لأن المخلوقات تنفد أمر الله لكن البشر ممكن أن يقول أنا لا أصلي أنا لا أصوم أنا لا أؤمن بالبعث والنشور أنا لا أعتبر بأن الزكاة فارضة إسلامية وإنما الضريبة أعطيها للدولة تكفي ممكن أن يؤول البشر لكن المخلوقات الكونية منذ أن خلق الله تعالى لا تجادل ولا تناقش وإنما تنفد أمر الله وآية لهم آية عظيمة واضحة على جلال الله الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون تقول النهار نحن نبالآن في الليل كان عندنا النهار واضح الشمس والضياء والنور ثم رويدا رويدا جاء العصر واسفرت الشمس ثم رويدا رويدا جاء علامات الغروب ثم غربت الشمس ثم جاء الليل نحن الآن في الليل نحن الآن مظلمون ولكن في الصباح سوف يذهب الليل وتشرق الشمس فإذا نحن مبسرون دائم أبدا نظام وبساعات دقيقة ممكن أن تحقق الساعة ديالك عن دوران الشمس والقمر فهذا دليل على أن المبدع الذي خلق هذه الموقيت وهذه المنازل وهذه الأهلة خلقها سبحانه دليل على أنه مبدع وقادر وعظيم إلى أن قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ما شاء الله تقدير العزيز العليم الشمس ربنا يقول انظروا إلى الشمس هذا الكوكب الناري أكبر من الكوكب الأرضي بملايين ملايين 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 مرات الكوكب الأرضي كبير ولكن الشمس أكبر من الكوكب الأرضي بملايين ملايين ملايين مرات ثم بقية لو وضعنا الشمس وبجميع كوكب الأرض هل وضعنا حمصة حمصة أمام ماذا أقول واحد العاجلة كبيرة كبيرة أو أكبر من ذلك أكبر من ذلك لأن الشمس كبيرة جدا هي كوكب ناري وحولها الكواكب المريخ وزحل وعطارد والزهرة والمشتري وغير من الكواكب وكله صغير جدا هذه الشمس تجري هل الشمس تجري أم هي مركز الكون لقد كان الاعتقاد عند الناس في العالم بأن الشمس تدور وأن الأرض هي مركز الكون هذا اعتقاد كان يسود في العالم وخصوصا عند المسيحيين في أوروبا إلى حدود ما يسمى بعصر الأنوار لما ظهر فيلسوف إيطالي كوبرنيك يسمى كوبرنيك نيوكوس هذا الرجل كان متخصص في علم البصريات وعلم الأفلاك واستطاع أنه يصحح معلومة كانت عند المسيحيين إذا وجدنا بأن المسيحية عندها مشكلة مع العلمانية العلمانية سببها هذه الآية أن الناس في أوروبا وخصوصا في إيطاليا في الفاتيكا كانوا يعتقدون بأن الشمس تدور والأرض هي مركز الكون وكان عندهم كتب مقدسة مسطرة على ذلك هذا شيء ثابت ومن أنكر هذا يكون قد أنكر أمرا من الدين بالضرورة في الإنجيل إلى أن ظهر رجل يسمى كوبرنيك وكان معروبان لكنه كان يشتغل في عالم الفلك والنجوم وصنع الميكروسكوب اللي هي دقيقة للغاية واكتشف عالم غريب اكتشف بأن الشمس تدور بل اكتشف بأن الأرض الشيء الأول أن الأرض هي التي تدور وأن الشمس تبت هكذا اكتشف كوبرنيك أن الشمس مركز الكون والأرض حوله تدور فلما بشر بهذه النظرية حكموا عليه بالهرطقة واجتمع الفيزيائيون والفلكيون يتضامنون معه وصار هناك صراع ما بين الدين والعلم الصراع بين الدين والعلم لم يكن في العالم الإسلامي قط وإنما كان في العالم المسيحي في أوروبا فاشتمع الرهبان والقساوسة وقالوا إن الكتاب المقدس الإنجيل ينص على أن الأرض مركز الكون وأن الشمس تدور حول الأرض لكن كوبرنيك يقول أنا أؤمن بالمسيحية وأنا أؤمن بسير المسيح لكن العلم والعقل والمنطق يقول عكس ذلك يقول بأن الأرض هي التي تدور وأن الشمس تابت في محلها فقالوا لقد أصبت بالهرطقة وحكموا عليه بالكفر فحكم عليه بالموت شنقا ما يسمى بالموت من غير إراقة دم مات كوبرنيكوس وشنقا والفيزيائيون ينظرون ومن ثم تكون هناك حقد على الكنيسة وصار هناك صراع بين الإيمان وما بين العلم العلم ضد الدين ليس في العالم الإسلامي بل في العالم الغربي وبقي هكذا إلى أن جاء تنميده النجيب يسمى غاليليوس أو غاليليوس غاليليو هذا أيضا درس أكثر واقتنع بهذه الأدلة وجاء بنظرية كبيرة رغم أنه كان راهب وكان متقل للعبادة ولكن قال أنا أؤمن بالدين لكن العلم يقول غير ذلك فألقي عليه القبض أيضا وحكم عليه بسبعة عشر سنة سجنا مع تلاوة آيات الندم كان يقرأ آية الندم تسمى آية الاستغفار عند المسيحيين كل من خلف المقرارات الدينية يحكم عليه بتلاوة آيات الندم ما نسمي نحن الاستغفار وبقي غاليليو لما وكوبرنيك لما أردوا أن يعدموه في المشنقة يقول اعترف نسامح لك يقول ومع ذلك فإنها تدور ومع ذلك فإنها تدور واستمرد الاعتقاد إلى أن جاء إنشتاين فيلسوف كبير وعالم فيزيائي وعالم في الأحياء واكتشف نظرية جديدة ما يسمى بالنظرية النسبية وقال لهم لا الشمس ليست يتابعة والأرض تدور حتى الشمس تدور الأرض تدور فعلا دوران كبير حول نفسها وحول الشمس والقمر يدور حول الأرض ولكن حتى الشمس ليست هي مركز الكون مستقرة وإنما هي أيضا أيضا لها حركة ولها دوران فقالوا هذا فكر تقدمك شديد القرآن العظيم ينص على ذلك منذ زمان فقال والشمس تجري السمس ليست مستقرة إنها تجري إلى أين لمستقر لها بعض العلماء قال يجدك اللام لمستقر بحل اللكس بحل المحور تجري نحو محور محدد وقال بعض العلماء معنى لمستقر لها بمعنى أنه عند الشحنة وذلك الشحنة سوف تنتهي يوما ما وتتوقف عن الحركة والجري والدوران بحل المغطابل عنده الشارج وقال هذه الشارج هكذا الشمس لمستقر لها هي تجري جرايا اللولب إلى ما لا نهاية ولكن سيأتي يوم ينتهي وقودها وتتوقف الشمس هذا معنى قوله تعالى لمستقر لها وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة قال لي يا رسول الله أين تذهب الشمس؟ قال إن تذهب عند عرش الرحمن فيؤدن لها فتسجد بين عرش الرحمن ثم تعود كل يوم لما تدور الشمس هي تذهب إلى عرش الرحمن فتستأذن فيؤدن لها فتسجد لله ما شاء الله أن تسجد حتى يأتي يوم فلن يؤدن لها ولن تسجد فأي تقول يا رب ماذا أفعل؟ يقولها أنا ذاك أشرقي من مغربك فتشرق الشمس من مغربها وحين ذاك يتوقف الكون والوجود وهي علامة قيام الساعة الآن علماء في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الفلك يعتقدون بأن قيام الساعة بالعلم سيكون لماذا؟ لأن هذه الكواكب عندها شحنة وهذه الشحنة سوف يأتي يوم تنقضي وتتوقف عن الحركة والسكون ثم لقوا بأن كل كوكب عنده كل مجرة عندها مدار وهذاك المدار تدر حوله بدقة لكنه ينحرف قليلا وسيأتي يوم ذلك الانحراف يزداد 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 فهما يسمى عند علماء الفيزياء بنظرية استضام الكواكب تصطدم الشمس مع القمر مع المريخ مع غيرها وهذا ما يسمى في قوله تعالى إذا الشمس كورت سورة التكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار سيقع هناك ما يسمى بنظرية الانفجار الأكبر مع العلم أن المجموعة الشمسية هي أصغر مجموعة وإلا هناك كوكب التبانة فيه الآلاف أكبر من المجموعة الشمسية إذا جمعنا المجموعة الشمسية لفيها جمع بعض الشعراء قالك زحل شرى من ريخه من شمسه فتظاهرت لعطارد الأقمر الشمس والقمر وزحل والزهر وعطارد كل هذه الكواكب تسمى مجموعة الشمسية هناك كوكب التبانة يحمل الآلاف من المجموعة الشمسية ثم هناك ما هو أكثر من هذا الكوكب التبانة بلا عد ولا حصر بمعنى أن نحتقل مع العلماء الكون ما عنده حدود في اللانهائي اللانهائي وهل العلم يؤمن باللانهائي يقولك ممكنش العلم يقول هناك بداية ونهاية هذا كله ربنا عز وجل يقول والسماوات مطوية بيمينه يوم نطوي السماء كطي سجري الكتاب كله يطويه صفحة واحدة فقال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم مقدر بدقة شوفنا كان حق الساعة كان حق المجانة على دوران الشمس بمعنى إذا شفنا ساعة جيدة لا تخطئ ولو مقدار جزء من دقيقة من ثانية هنقول هذه ساعة دقيقة جدا وأكيد أن الذي اخترعها صانع ماهر جدا فما ضنك بالكون بهذه الدوران الدقيق دليل الذي صنعه هو إله ماهر ومبدع للغاية ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ربنا يلفت النظر للقمر هذا القمر لهو كوكب مظلم لكنه يستمد ناره من الشمس وسمه القرآن قدرناه منازل القمر عنده منازل يبدأ هلال صغير ثم يبدأ في الكبر في الكبر هل مولود لما يصل أيام البيض 13 14 15 من كل شهر يكتمل بدرا يكون منور دائري ثم يبدأ في التناقص تناقص التناقص حتى يسير لا شيء ففي آخره ومعنى قوله تعالى عادك العرجون القديم ما معنى العرجون القديم هو العرق دي النخلة دي التمر من اللي كيهرم وكيشرف كيعود صغير ورضيق هكذا الهلال كيبدأ أول مرة الهلال أول شهر كيبدأ مشرق كيبدأ بحث جنين مقبل عن الحياة فرحان يالله لدى الشهر نهار الأول الثاني الثالث وغادي فرحان بحث طفل صغير المراهق إلى أن يصل للشباب في الأيام البيض 13 15 15 كيعود كامل وبهال الإنسان من اللي كيكبر كيبدأ يضعف ويميل إلى الكبر إلى الشيخوخة وكيبقى غادي ناقص ناقص نقصا حتى كيوصل في آخر عهده القمر فكيعود كالعرجون القديم إلى أن قال الله تعالى للشمس ينبغي لك أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كيقل وش ممكن يقع شي مرة القمر يسبق الشمس أو يسبق الأرض أو الليل يسبق النهار هل يمكن لا يمكن نظام كوني مبدع نظام هائل الله تعالى وضع قوانيم هل ساعة فيخدم وكل في فلك يسبحون هذا يوافق النظري للإنشتاين إنشتاين في النسبية ماذا قال قال بأن ليس هناك كوكب محوري الكل يسبح الشمس تسبح والأرض تسبح والقمر يسبح وبقيق الكواكب كلها تسبح وعندها سباحة كأن في نهر وفي شكل لولبي لولبي غريب جدا دون أن تصطدم بعضها فيما بعض ولو وقع فقط هناك أي دنب من الدنوب وقع في استضامك وقع انفجار ربنا قال وكل في فلك يسبحون ثم قال عز وجل بعد هذا بعد أن انتهى من هذه السباحة في السماء سينتقل إلى السباحة في البحر ويقول وآية لهم أن حملنا دريتهم في الفلك المشحون سينتقل من عالم السماوات إلى عالم البحار وكأنه يقول يا ناس إذا لم تؤمنوا بالأرض والزراع والفلاح والتمار والنخيل فآمنوا بالشمس والقمر والنجوم والكواكب وإذا لم تؤمنوا بكل هذا فعلى الأقل انظروا إلى البحار وإلى المحيطات وإلى السفن بداخلها أيضا تسبح كما تسبح الأفلاك والنجوم وآية لهم أن حملنا دريتهم في الفلك المشحون من هو الفلك المشحون قيل هو سفينة نوح عليه السلام لأن البشرية ستفنى ربنا سوف يسلط عليها الغرق في عهد سيدنا نوح عليه السلام والبشرية كلها فنيت إلا من كان مع سيدنا نوح وعدد الراكبين معه حوالي ثلاثة وتامن نفر فقط البشرية في عهده كان فيها فساد وكان فيها ظلم وصلت الله عليهم عذابا أليما لما كل من ركع كان تحذير تحذير كان تحذير الأخير وهو أنه جعل الأرض عيونا والسماء أبوابا وجاء الماء المنهمر من كل مكان ووقع الغرق غرقت البشرية وفني كل من على الأرض إلا من كان في سفينة نوح ثلاثة وتامن نفر وكان معه الحيوانات من كل زوجين اثنين من البغال والحمير والدجاج والكلاب والقطة كل من ره الآن والطاووس وطيور وكلها كانت مع سيدنا نوح في السفينة وآية لهم أنّا حملنا درياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أي مثل سفينة نوح خلق الله سفن أخرى ففي البحار هناك سفن وفي الصحراء هناك سفن الصحراء ويالجمال خلق الله تعالى تمشي في الصحراء الطويلة كأنها بحار وأمواج ولا تشعر بالعطش لا تشعر بالتعب لا تشعر بالحمة ودى نعمة من عند الله فهناك خير عظيم ورزق وفير وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إلى أن قال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين هذه الآية اللي كيف فهم المعنى ديالها هما البحارة البحارة اللي يركبوا في السفن البحارة اللي مشوا الأعماق البحار وكشفوا الأمواج الموت لطمة من كل جانب وملكيه الجنب البحر كيعرفوا بأن رغم رحمة الله تعالى إلي حاضيهم وإلا فإنه خطر مدلهم الموت محقق والغرق محقق لو لا رحمة الله تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وخير إرفع صوته بالصراخ لن يسمع لأن البحر كبير وعريض وخير طلب الإنقاذ من أي جت إنقاذ للبقايا المدنية ما يوصلوا له لو شاء ربك لكن الله تعالى رحيم ورحمن وغفور وكذا يسهل إلى أن قال إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إلا كان البعض ربما قد كان يؤذي ويتعنت فإن الله تعالى جعل له رحمة إلى حين سيأتي حين من الظهر ويتوقف كل شيء إلى أن قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون طبعا سوف يرفضون هذا الكلام هذا المقطع نصل إليه لكي نتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة جوابا على هذا الكلام وإذا قيل لهم يوقع للكافرين والمشركين والمتشككين والملحنين رغم كل هذه الآيات البينات الدل على وجود الله في البحار وفي الأفلاك وفي الأراضي إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون الجواب أنهم يرفضون ويتجبرون ويقولون بأن القرآن أساطير الأولين وهذا كلام قديم وبذلك دائما يبقى التعنت فنسأل الله تعالى الواحد الأحد أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عبادي الراشدين وأن يبعتنا مع سيدنا محمد هذه الآيات كانت موجهة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تتبت إيمانه أولا لأن الرسول المبلغ ثم لصحابته من الأوائل ما كان هناك أثر ومهاشرين في هذه الفترة المكية كانت فقط الصحابة الأوائل وأيضا لكل المسلمين في كل مكان لكي يتبت الله الإيمان في القلوب فصلى الله على سيدنا النبي صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله